في جامعة بيرزيت يواصل عدد من الطلبة في الجامعة اعتصامهم لليوم الثامن عشر على التوالي في باحات الجامعة مؤكدين على رفضهم لسياسة الاعتقال السياسي ومطالبين بضمانات لعدم اعتقالهم عندما يخرجون من اسوار الجامعة 18 يوم هذول الطلاب معتصمين داخل حرم الجامعة بالبداية بدأ اعتصامهم ضد اعتقال طلاب من جامعة بيرزيت اعتقالهم سياسيا تم الافراج عن هؤلاء الطلبة من الجامعة جميعهم ولكن الاعتصام مستمر وذلك بسبب تواجدهم الدائم داخل اسوار الجامعة وخشيت خروجهم من اسوار الجامعة لانهم مهددين كما قالوا بالاعتقال فقام عدد من اهاليهم اهالي الطلبة بزيارتهم لان في منهم شهرين ما شافوا اهاليهم لانهم متواجدين ومعتصمين داخل اسوار الجامعة قالوا لنا بانهم يخشون الخروج من اسوار الجامعة لانهم مهددين كما قالوا بالاعتقال 18 يوم اذا اعتصام داخل الجامعة هناك تم الاعلان من قبل مجلس طلبة جامعة بيرزيت اليوم عن برنامج فعاليات تضامنية مع هؤلاء الطلبة المعتصمين داخل اسوار الجامعة سنتعرف على المزيد من التفاصيل ينضم لنا عبر الخط الهاتفي المتحدث باسم الطلبة المعتصمين داخل جامعة بيرزيت ابراهيم الطالب ابراهيم بني عودة ابراهيم صباح الخير اهلا بك معنا صباح النور اهلا وسهلا بكم جميعا تحياتي للجميع تحياتي لإلك اذا انتو ابراهيم 18 يوم متواصلين هذا اليوم بيصير 18 يوم في اعتصامكم داخل حرم الجامعة بالبداية خبرنا عن حيثيات هذا الاعتصام المتواصل الظروف اللي بتعيشوها كطلبة داخل جامعة بيرزيت او داخل اسوار الجامعة خلال اعتصامكم بخصوص ظروف الاعتصام في البداية لليوم 18 من داخل حرم الجامعة انا الان اتحدث وكل يوم يأتي اصعب من اليوم القبل ايام كل يوم الى الصعودة مرت علينا ايام مطر ايام الخفضات ايام لا نستطيع فيها اقل شيء الخروج لقضاء الحاجة بسبب المطر الغذير البرد نقص الاحتياجات اللي عنا كم عددكم الان ابراهيم انتو كم طالب الطالب المهددين بشكل مباشر هم 6 طلاب تقريبا ولكن يعني بالمعتاد يكون في الاعتصام 10-12 طالب اللي هم بشكل دائم مولودين في الحرم الجامعي ظروف الاعتصام بصراحة يعني كل يوم بتكون اصعب من القبل بحيث كل يوم بتزيد الخطورة يعني في البداية كل يوم ابتعاد عن الاهل كل يوم ابتعاد عن مسكنك منزلك عن حياتك الاكاديمية منكم طلاب له شهرين ما شاف اهله او له فترة طويلة ما شاف اهله فيه شيء انا بدي انا وحله من بداية عملنا في الحركة الطلابية من شهر حزيران تقريبا او قبل قام الاحتلال بملاحقة بعضنا يعني على سبيل المثال قام باقتحام منزلي من انا منذ 19-5 لم انا ولا ليلة واحدة في منزلي من 19-5 من تاريخ 19-5 بسبب تحديد ضابط الشباك بالاعتقال ولا ليلة واحدة انا في منزلي كنت انزل على منزلي مثلا كل اسبوعين نصف ساعة مثلا بشكل مفادئ بشكل سريع انزل وارجع مشان ما يصير علي عملية اعتقال تأخر دراستي او تعيق عملي في الحركة الطلابية فبالفعل كانت رؤيتنا لأهلنا صعبة وزات على ذلك صعوبة من بداية شهر 12 او من انتصر شهر 11 الحملة الامنية اللي شنتها اجهزة امن السلطة يعني بالفعل احنا كنا لا نرى اهلينا في الاشهر تعداد مجموع الساعات خلال الاشهر ما بنسمش في بيوتنا مساكن متنقلة احيانا في مكان عند صديق في سكن فيش استقرار اصلا في حياتك انت كناشط في الحركة الطلابية مطلوب للاحتلال فتخيل الصعوبة اللي بتزيد لما انت تصير اصلا مطلوبة للسلطة برضو طيب شوف كيف كان دور ادارة الجامعة معكم وباقي الطلبة في الجامعة في البداية ادارة الجامعة اجتمعنا مع رئاسة الجامعة بشكل مباشر مع الدكتور بشارة دماني اجتمعنا وبلغناه منذ بداية اعتصامنا يعني في اللي احنا منتعرض له من تهديدات ومن وعيد بالتعذيب والتعليق والضربة وحطينا اصورة ان احنا قبل اقل من شهر كنا اصنع جهاز المخابرات العامة وفرجعنا قبل اقل من شهر فالجامعة وضحت انها هي لا تملك حل بشكل مباشر ووعدت انها تتواصل مع المستوى السياسي وقال انها هي ما تتواصل مع الجهاد الامنية فوعدت تتواصل مع المستوى السياسي والى الآن الجامعة بتقولنا ان انا بتواصل مع المستوى السياسي والمستوى السياسي لا يوجد رد مطلقا البعض يا ابراهيم بيقول انه تم الافراج عن طلبة جامعة بيرزيت المعتقلين على خلفيات سياسية تم الافراج عنهم جميعهم فلماذا يواصل الطلبة الاعتصام داخل حرم الجامعة اليوم شو مطالبكم ليش لساتكم متواصلين بهذا الاعتصام ابحب اوضح للناس جميعا ان هؤلاء الطلبة المفرق اللي افرج عنهم من عند جهاز المخابرات وجهاز الامن الوقائي جميعهم الا بعض الاشخاص كانوا يحملون تحديدات اشخاص اخرين روح كل فلان راح نجيبك روح كل فلان مصيرك تطلع من الجامعة فلان هي راح نجيبه فلان راح نعلكه كلهم ش راح ننساه طبعا يعني هذا الشيء الملح أكثر وهذه القضية الملحة أكثر أصلا اللي هي دعتنا نستطيع اعتصامنا يعني انتو تلقيتوا تهديدات بالاعتقال في حال خرجتوا من اسوار الجامعة لهيك انتو متواصلين بالاعتصام صحيح الى غاية ان تصلنا ضمانات بعدم الاعتقال مطالبكم الاساسية اليوم هي ضمانات بعدم الاعتقال وفي اهم شيء يعني انا بدي اوضحه في قصة الضمانات يعني انا برضو بدي ضمان انه ما يتم اعتقال عند الجهاز انا ما بدي اخرج من الجامعة وبعد اسبوع والله تصير مسرحية لان احنا اخذنا هذا الطالب على والله على تهمة اخرى وتم التحقيق معي على نفس نشاطاتي النقابية الجميع بعرف مين احنا يعني احنا الطلب المعتصمين الجميع بعرف مين احنا والجميع بعرف طبيعة عملنا اللي مش مجرم اصلا ولما احنا نروح عند الاجهزة كنا نمدد على ذمة النيابة على تهم ليس لها علاقة مطلقا بالتهم التي يحقق معنا عليها أبدا يعني تهم شكلية والتحقيق شيء آخر تماما فاحنا برضو هاي المصيد مش راح نوقع فيها فأي ضمان راح يجينا راح نرخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وإلى الآن لا يوجد تحرك مطلقا وانا عن منبركم بناشد كل إنسان حر وكل إنسان في هاي البلد صاحب مسئولية وبقول له في ضرورة انك تتحرك هناك خطورة كل يوم ان الجيش يقوم باتحام الجامعة وعندما يقتحم الجيش حرم الجامعة عادة انه يقوم باطلاق النار وإصابة الطلبة وهذا شيء حدث قبل أقل من عام مع أحد الطلبة مع طالب اسماعيل البرغوثي فلذلك في حال لو لا سمح الله حدث هذا الشيء وهناك أربع طلبة مطلوبين للاحتلال في حرم الجامعة الجميع يتحمل مسئولية حياتهم الجميع يتحمل مسئولية ما حدث فيهم ليس الاحتلال فقط إنه الآن بإمكان الجميع بإمكان أكثر من جهة أن تقوم بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة ولخلق حل الجهاز الآن بتعامل مع الطلبة بشكل شخصي تهديدات شخصية أو زي ما بيقولوها بالعامية يعني بدأت تكسير الروس لماذا؟ هذول إحنا طلبة مش مجرمين إحنا طلب وطنيين وحدويين نأتي للطلاب والحرك الطلابية بطرح وحدوي يشمل الجميع بمجلس طلبة وحدوي ولا أعلم لماذا نعمل بهذه السياسة اليوم أيضا إبراهيم في برنامج فعاليات تضامنية من الطلبة معكم بلشوا من الساعة 9 كيف تشوف هذه الخطوة كمان في المستمر من الساعة 9 للواحدة أيضا صحيح هذه الخطوة من شأنها إشراك الشريحة الأقوى والأوسع في الجامعة وهي شريحة الطلبة الطلبة شريحة مهمة جدا وحتى الطالب الآن يؤمن بعدالة قضيتنا والطالب الآن بس قوة تخطط يعني الطالب مش عارف من الضبط شو بده يعمل فالفعاليات اليوم من شأنها إشراك الطالب في الاعتصام خصوصا معظم أيام الاعتصام تخللتها عطلة عياد الميلاد فكان الطالب بسمع بالقضية وبشاهدها على وسائل الطاصل الاجتماعي فهو اليوم بده يجعل حرم الجامع يشوف زميله المعتصم يشوف ظروفه يشوف وين بنام يتحدث معه يعني هناك نقاش مثلا تابع للجنة الثقافية في نجس الطلبة ولنادي الكتاب حوارية عن الاعتصام الطالب بحاجة يسمع كيف هو بقدر بيقدر يشارك فبالقضاء هناك كثير من الفعاليات في الجامعة اليوم نشاهدون إن شاء الله هناك تشرك الطالب وتحطه بصورة الاعتصام شكرا جزيلا لإلك إبراهيم بني عودي المتحدث باسم الطلبة المعتصمين داخل أسوار حرم جامعة بيرزي تحياتي لك اشتركوا في القناة